موسيقى 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 هايدي جاي من المساقية من هالعبارة اللي بكل استحقاق بده تجمد البلد هلأ نحنا بهالوضعية جماد كله بتشكيل الحكومة لأنه في فريقين فيتين بحلمة صراع على المساقية وجماد مميت بتحقيقات المرفق لأنه الميثاقية مش مطبق بمحاكم التمييز سابق المفاجأ الهيلة دي لا لا دا صوت الموظفيين عندي في المكتب لا لا خرقتهم خلاص كرميل خمسة مسيحية وستة إسلام أو بالعكس بيقع في المرسوم بجرور وزير المال يوسف خليل الحريص على التوازن الطائفي ما فيه أشتر منك بالتأجيل والاستمهال يا معلمة انت لما نجيبوك وزير غصب عن الخليقة وما قبلوا بالمداورة بوزارة المال واحتفظوا بما يسمى التوقيع الثالث بالجمهورية كانوا عم بيطبوا الميثاية البعض بيقول أنه بالماضي كانت مقبول تشكيلة منها أنه وليش اليوم صارت عائق انت معليك رمز للتوازن وقلت أنه يلا متحجج بالمرسوم وعدم مطبقته للعرف الطائفي هيدا عيب هيدا كلام مزعبي معيب معيب وخليها بالقلب تجرح لا تطلع على برا تفضح بس ما عليك استغلت هالنقص الطائفي لأنه المرسوم إذا توقع بيبلش القاضي طارق البطار العمل وهيا بنا نلعب هيك مفهومنا بلبنان للميثاقية اللي صارت أبغض من الطائفية وعا هالمسار بعمره ما رح يقوم بلد ولا رح تتشكل حكومات وشد الشعر هلأ داير بين رئيس مكلف أصلع وتيار وطني قوي ببصلة الشعر وبيستعمل كتير كرامات نسائية مستعدين اليوم للانتقال للدولة المدنية وللنظام علماني بيلغ الطائفية ومن هونيكو رايح خده عنا تايج وهر مواقف وكذب ع الميلتين وفلتني لفلتك وبهالطريقة منضل دقي وعصري بين مئاتي وعون وجبران تلتون ليش عم نشتغل مثل حرقوس وأم حرقوس وأبو حرقوس أنا حرقسوه حرقسني ونتكهن إنه هو حيارح حرقسني وأنا بدي حرقسوه ما بننصح حدا ينطر حل بس كمان ما بننصح حدا من السياسيين يظل يكذب علينا ما أنت يا رئيس حكومي يمكلف عارف متل ما شايفني وشايفتك يعني هيك شي إنه جملة تستعمل يعني إنه ما رح توصل لاتفاق على التأليف ومع هيك بتبغي إيجابيات وأنتو يا تيار ورئيس جمهورية متأكدين من إحباط عملية التأليف من وين جايبين هالقدرة على التحكم بمصاري المراوغة والتحايل والإدعاء بالعفاف السياسي حدا يخبرنا يا هم يخرب بيتكن على طريقة نجوة كرم يخرب بيته خبيتوا عنا كل أسرار الترسيم بالبحر بلعنيها هلأ جايين تكذبوا علينا بالبار أنا بتبنى طرح النيب اللي يا سجرادي وبلا تردد إنه المسيرات والمسيرات تطلع ع بيوت السياسيين سمعوا فأنا مش مع المسيرات بس أنا مع المسيرات والمسيرات تطلع على حكام اللي عندنا تجبرهم ياخدوا موقف واضح وصريح من الشعب اللبناني مسؤولية الدولة هايدي تاخد موقف صريح به الموضوع بس اسمح لي رفيق إجرادي أني عدل بالاقتراح وضيف عليه بس هاي المادة على أن تكون هذه المسيرات مزودة بما يليق بهذه الطبقة المتعفنة ترجمة نانسي قنقر